إلى ملف الصحة مشاهدينا والحديث عن مشكل انسداد القصابات الهوائية التليف أيضا الرئوي مرض الرب وأيضا نتحدث عن الأسباب والأعراض أيضا أسعد باستضافة الأستاذ عبدالباسط كتفي رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بأرميب أهلا بك سيدي أهلا شكرا شكرا على الاستضافة تحية لكم وتحية لكل المشاهدين ومرحبا تكلموا على هذه المواضيع هي حساسة جدا في مصلحة صحة المواطنين إن شاء الله نعم شكرا نظر الحديث عنه أولا بداية بمشكل الانسداد القصابات الهوائية يعني عادة نحن نرجعه إلى ربما عدم معالجة الانفلوانزا ونزلات البرد المتكررة وبالتالي حدوث صعوبة إخراج المواد المخاطية على مستوى الصدر ربما هذا ما يحدث إنسداد القصابات الهوائية هل هذا صحيح؟ هل هذا اعتقاد صحيح أم خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل هذا ممكن عنده دور ولكن ليس دور الأساسي لازم تكلمه فقط أن إنسداد القصابات الهوائية هو مرض شائع ومنتشر منتشر بصفة كبيرة ونقسموه هنا كأخصائيين قسموه إلى قسمين إنسداد ثابت غير قابل للتغيير وهو يدخل في إطار الإنسداد الرئوي المزمن لما نقول غير قابل للتغيير أستاذ؟ غير قابل للعلاج؟ لا قابل للعلاج ولكن غير قابل للإسترجاع يعني هناك إنسداد تم وهذا الإنسداد هذا ما قدروش نعود لنرجعه لور اللي دجا انستالي سيبون ولكن هذا ليس معناه أننا ما نقدروش ندوه نمده أدوية وتمده نتائج ونتائج مليحة ولكن الإنسداد يبقى رغم الدواء هذا يدخل في إطار البيبسي أو البرانكو بنموباتي كرونيك أوبستركتيف اللي نشوفوه بالخصوص عند المدخينين بالخصوص عند المدخينين ولكن هناك أسباب أخرى من هالناس اللي يخدموا في دي ميليو وين كينا دي سيرو كونتامينا احنا نعرف بالغياء هو الجهاز منفتح على العالم الخارجي هو الجهاز وين لهو يدخل بصفة دورية دائمة ويلامس كل أغشيات الجهاز التنفسي وبالتالي يقدر هذك المواد الضارة لتدخل مع الهواء اللي هو غير نقي تسبب في الأمراض منها السبب الأساسي هو التدخين يؤدي مع الوقت إلى انسداد انسداد غير قابل الاسترجاع هذا الانسداد يدخل في إطار مرض مزمن وهو الابيب بيسي والابانكو بنيموباتي كونيكو بسوكتيك هذه دجا واسعة الانتشار وهي يعني وش الحاجة المهمة اللي نقدر نقولها هنا أننا السيط المالدي إذي طابلة نقدر نتجنبها نقدر نتجنبها لما ما نرحوش للتدخين من الأول أو نقل عن تدخين مبكرا وفي أي مرحلة نكون مدخيني ونقل عن تدخين يكون فيها فائدة هذا من ناحية وقدرنا نستقل بأنه شهر رمضان مقبل وبالتالي الناس اللي عندهم فرصة باش يتوقفوا عن تدخين باش ما يحدثش الأمراض هذا الانسداد الرئوي وأمراض أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها الانسداد القصبة الهوائية المتغير اللي هو يدخل في إطار لازم أمراض الرئوي لنلقاه خاصة من صغر عند الأطفال وعند الكبار أيضا وهو أيضا واسع الانتشار حوالي 4% عند البلغين هل هذا نوع من أنواع الانسداد الرئوي أم هي ذروة الانسداد الرئوي؟ لا هو نوع من أنواع الانسداد الرئوي لأنه متغير يعني الإنسان هذا يقدر يكون في درجات متغيرة يعني يكون إنسان عنده انسداد الرئوي ناتج عن الربو وهو متغير مع الوقت هو يجي هو يروح لما الإنسان يكون عنده انفكسيون فيرال كما ذكرتها في المقدمة تاعك يقدر يسبب انسداد ولكن لما ندخل ونمده أدوية نقدره نسترجع هذا الانسداد ويعيش الإنسان حياته طبيعية هذا الانسداد فيه حوالي بكثرة عند الأطفال هي الحق حتى الثلاث مانية في المئة وهذا الانسداد نقدره حاليا لأدوية متوفرة باش نسيطر عليه بصفة شبح كاملة عند الأغلبية الساحقة تاع المواتنين عند تاع المرضى وبالتالي هذو الناس يقدر يعيشوا حياة طبيعية طول حياتهم وحتى أنه ما يتسبب لهمش في أي أضرار بشرط أنهم يتبعوا عند الطبيب ويتبعون نصائح ويتبعوا الأدوية التحم كما لازم الحال هنا الأسباب بتاعه خاصة السبب الأساسي هو الحساسية الناس اللي عندهم حساسية حوالي 88% السبب بتاعه الحساسية تؤدي إلى هذا الانسداد لكن لما نمده أدوية لما نمده أدوية نسترجع هذا الانسداد ونأخذ الأدوية بصفة دورية دائمة تخلينا الانسداد هذا ما يرجعش فقط هنا لاحظنا نقول زوج حويش أنه الناس هذو اللي عندهم الانسداد يعرفوا سبب الحساسية تحم باش يتجنبوها ثانيا يخذوا الأدوية تحم وأحسن دواء راني نشير وندير هكذا علاش باش نمده إشارة أنه أحسن دواء هو الدواء اللي ما يجوزش في جسم الإنسان يعني اللي يروح عن طريق البخاخة لأنه عن طريق البخاخة هذوك السبري يروح في القصبات الهوائية يمد نتائج تمكن من السيطرة على المرض بصفة كاملة وبدون وبأعراض جانبية اللي هي قليلة جداً نعم هناك الناس اللي يحتاجوا أدوية بكمية قليلة وهناك ناس يحتاجوا أدوية بتاقل قصوتها نعم تبقى نسبة قليلة اللي هي حوالي ثلاثة إلى خمسة في المئة هذو الناس عندهم أعراض شبه دائمة والناس اللي عندهم النظم السيفير اللي هما يدخلوا في إطار من بريزون شارجة سبيسياليزي وعندهم أدوية خاصة اللي هي حالياً حدث تقدم كبير على مستوى العالم في بريزون شارجة للمرض هذو وبينهم بعض الأدوية دخلت للجزائر بعض الأدوية في إطار التطور في إطار موجودة بعضها في دول أجنبية وممكن تدخل للجزائر مستقبلاً واللي مكنت أيضاً من إحداث تغير كبير في البخزون شارجة لأسمى السهداء أيضاً عفونا الله أيضاً لمشاهدنا طيب من هي الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض هدرنا على الأسباب لكن ربما هناك أشخاص لديهم قابلية ربما أنا أتحدث عن العامل الوراثي أيضاً طبعاً العامل الوراثي دائماً حاظر فيما يخصها الإنسداد الرئوي المزمن أو فيما يخصها الربو دائماً هناك عامل الوراثي يقدر يكون معروف يقدر يكون غير معروف لكنه نقدر نحس به لأن هناك بعض الناس يطوروا هذا المرض لما يكونوا عرضة لساقطنزيغو كونتامينو لبعض المواد المظهرة وهناك رغم بعض الناس لما يكون معرض ما يطورش أو ما يطورش بنفس طريقة وبالتالي العامل الجيني أو الابخيدسポزيشن موجودة الابخيدسポزيشن هذه لازم دائماً نحظوها كثير عند الناس اللي عندهم الحساسية لما خاصة أن يكونوا الوالدين عندهم الحساسية الأطفال اللي راح يكون عندهم الحساسية أكثر وبالتالي العامل الوراثي موجود ولكن يبقى العامل التعرض إلى فاكتور دوريسك يبقى أيضاً عامل مهم لأنه إذا كنا عندنا العامل الوراثي ولكن قدرنا نبعد على هذه العوامل اللي هي الحساسية اللي هي التدخين اللي هي وهي أهمية ولكن هو أمر كثير مهم أو التلوث البيئي خارج البيت هذه كلها عوامل تشارك في الانستلاسون تعالى مرادية والبقاء انتحى وإحداث في بعض الحيان صعوبة في التداوي يعني لما نمد أدوية تكون الفايدة انتحى أقل خاصة في دخول بعض الفصول كفصل الربيع فصل الخريف أيضاً فصل الشتاء فصل الربيع فصل الخريف فصل الصيف حالياً ولد كل الفصول عندها الخصائص انتحى فصل الخريف والشتاء لما يكون تغيير الجوه بالنسبة كبيرة رح يمد كثير من نزلات البرد وبالتالي ديزافيكسون ذيرال تأثر على هذا الفئة لأنها تحدث التهاب في القصابات الهوائية فصل الربيع يكون هناك الورد وليبولاني ينتشروا في الجو وبالتالي أثروع الناس اللي عندهم الحساسية الليبولاني يستنشقوا هذه الذرات حبوب الطلع وبالتالي تؤدي إلى حساسية عند هذو الناس في الصيف أيضاً كان قبل سنوات بعيدة كان المرض ينقص تعالى الأمراض الصدرية في الصيف حالياً نلاحظوا بالله هذا الشيء أصبع محدود لأنه تأتي على كليماتيزازيون لما يولد تول مون الناس كل تستعملوا لكليماتيزار ولا أيضاً هناك بعض الأمور اللي هي جاية نتجعنا لكليماتيزازيون ربما قبل ما يدخل الصيف بل تكون عندنا حصة نهضروا على هذا الأمر إن شاء الله لأنه لكليماتيزازيون بعض الناس يحطوها في درجة نظام تبريد نظام تبريد قوي 16 درجة وبالتالي وكأنه يريد أن يعيش الشتاء في الصيف وبالتالي تحدث أيضاً أمراض كثيرة نعم نعم طيب متى تظهر أعراض الإنسداد الرئوي عراض الإنسداد الرئوي بالنسبة للعمر تظهر بالنسبة للعمر الإنسان تظهر عند الأطفال اللي عندهم لازم أليرجيك بالسن مبكرة ولكن لا يوجد عمر محدد أغلب لازم أليرجيك كثيراً عند الأطفال لكن هناك أنواع أخرى كان أنواع اللازمة اللي تظهر فيه سن 20 سنة 30 سنة 40 سنة وهناك حتى لازم المتأخر كيف يمكن الشخص يكتشف ربما على مستوى الأسرة ثم على مستوى أكيد الطبيب الاكتشاف هو اكتشاف طبي ما هو السعال المتكر للصعوبة التنفس هو المريض عنده عنده أعراض يذهب للطبيب والطبيب رح يتشخص هذا المرض ما هي الأعراض التي تظهر عند الإنسان هو تكون عنده خاصة السعال يسعل يكون عنده يخذ عليها أدوية ربما في الفترة المسائية أيضاً خاصة في المساء وخاصة في الليل أو آخر الليل أيضاً لتقدر تنوض من النقاد وتكون عنده نسيداد في التنفس يعني يكون عنده يحس به بأنه عنده تضيق في التنفس ولازم يقوم بأنه فور باش يعود يدخل لهوا ويخرج لهوا دوكيقة صعوبة في ويكون معها تصاحب معها تصافير في الصدر تاعه يكونوا بسيفاء والإنسيداد هذا الإحساس بالنقص في التنفس يكون متغير عبر الوقت يعني المريض كطباء المريض يأما يجينا وهو في حالة إنكريز والهنا الأمر يكون بسيط لأنه نلقاه عنده نقص صعوبة في التنفس ونلقاه 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 التنفس ونعطيه الدواء نلقاه قابل للإسترجاع وبالتالي نطرحه يقدر المريض يكون أصيب بهذا الإنسيداد في الليل ولكن في الصباح يكون الإنسيداد هذا راح إما راح وحده يأما أخذ أخذ يعني من عند الأخطاع أو أخطو أو واحد في البيت وبالتالي الإنسيداد هذا غير موجود ولهنا الطبيب يعتمد خصوصا على الاستواء يعني ما هو التاريخ تأخذ المرض كيفاش جاء ما هي يعني يجي ويروح كل ما راح يصدر يصدر كل ما راح بالذيق كل ما راح بالسعال وفي إطار خاصة لما يكون مليو بارتكولي هنا في هذه الحالة الطبيب يقدر يطرح يحط الدياقموستيك ولكن تبقى أيضا أننا ما نبسطوش الأمور كخير لأننا أيضا يبقى هناك تشابهما بين الأمراض تشابهما بين الربو بين الإنسيداد الرئوي المزمن وحتى ما بين تليف الرئوي لهو الأسف الشديد كخير من ما يجيو المرضى بعد ما يكونوا تلقوا أدوية لمدة سنوات تعربوا لأنهم عندهم تليف رئوي وبالتالي الطبيب يبقى عنده دور كبير أنه لما يلاحظ بأن الأمر فيها 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 تشابهات أو الطابل كلينيك الطابل فونكسوني يعني تعال الإكسبروريسون فونكسوني فيها أمور غير طبيعية لازم نروح ل ديز اكزاما أكتر ديقاء باش نوضح طيب أستاذ كنت قد أشرت إلى النقطة مهمة جدا وهي ضرورة وأهمية تشخيص المرض في الوقت المناسب بالطبع تشخيص المرض في الوقت المناسب أمر مهم جدا لأنه يتفادنا يتفادنا كثير لأن هذه الأمراض كلها أمراض مزمينة وتسبب في حرج كبير لهذه الناس عند الأطفال مثلا دير البرتورباسون في الليل ما يرقش مليح وفي النهار يكون عنده الحساسية ويكون عنده وذيق فتنفس ما يرقش مليح في المدرسة وبالتالي يأثر على النتائج المدرسية وبالنسبة للبالغين يأثر على العمل ما يقدرش يعمل مليح لما يكون في الليل ما يرقش مليح وبات يدير في الاستعمال في البخاخة وبالنهار عنده وذيق فتنفس في العمل ما رح يكون مليح وبالتالي عنده تأثير على الشخص على العائلة وعلى المحيط المهني أو الدراسي شخص ذاته ولكن يمس حتى الجوانب العائلية والمحيطة على الشخص. تخص المجتمع ككله وتخص هذا فيما يخص مرض الربو وفيما يخص مرض الانسداد الرئوي وفيما يخص أيضا التليف الرئوي. كان هذا هو سؤال الموالي يا أستاذ. ما هو مرض التليف الرئوي؟ هل هو الكثير يخلط منه أن الانسداد الرئوي هو التليف الرئوي؟ نشكرك كثير على هذا السؤال لأنه التليف الرئوي للأسف الشديد هو مرض في المليو البنومولوجي يعني في الناس اللي عملوا في إطار معالجة الأمراض الصدرية ومنتشر كثير وخاصة في السنوات الأخيرة وهو أيضا مرض خطير ولكن أيضا مرض غير معروف غير معروف وأيضا تكفل به صعبة جدا ما هو التليف الرئوي؟ لما الجسم الإنسان لما الرئة الأنسجة هنا رح نختلف الأمر يختلف تماما على الإنسداد الرئوي لأن التليف الرئوي يخص الأنسجة الرئوية وليس القصبات الهوائية الأمر مختلف تماما لما يخص الأنسجة ولكن هناك أعراض متشابهة لهذا يكون في بعض أحيان بعض الخلط عند بعض المرضى لما يكون هناك تليف رئوي الرئة هذه اللي نورمال مو في الخلق انتحى هي عندها قابلة لتزيد تتوسع وتعود ترجع مع لسيك الغسبي غطواف ينتج عنها لما يكون يتعرض الإنسان لبعض المواد خاصة أو داخليا يكون عنده خلل في جهاز المناع انتاعه يحدث هناك بعض الاندماج تسوليخ يعني بعض الجراحة الداخل في الرئة لما التسولي في المناع الرئة يحب يعود يصلح نفسه ينتج كثير من الفيبروكولاجين هذا هو واحد الفيبروكولاجين اللي يجعل الرئات واللي أكثر أقل لا تستطيع أن تستجيب لدخول الهواء يعني غير قابلة للتوسع بصفة طبيعية لأن الانسجات غير طبيعية تزيد في الرئة يقول لي الانسجات غير طبيعية يقول لي الصعيب يقول لي ما يقدرش يتجاوب مع التنفس للإنسان وهنا يحدث خلال كبير في التنفس يبدأ الإنسان يحس بالليه ما يقدرش يمشي كما لازم الحال ما يقدرش يطلع في الزيس كاليه ما يقدرش يدير ديزفور امبورتانت ويبدأ هذا الشي يزيد تدريجيا حتى يلحق إلى يعني حالة الرئة تتدهور يعني يوم بعد يوم حتى يلحق إلى درجة وين يقول لي ما يقدرش يتنفس تماما ويقول لي لازمه الأكسجن في البيئة في المكان تاو وهنا يلحق إلى درجة خطيرة نحن للأسف الشديد كثير من المرضى يجونا في هذه المرحلة المتأخرة جدا نحن مليح المرضى يجو في البداية لأن في بداية المرضى تكون عندنا إمكانية تشخيص المرض إمكانية بحث عن أسباب المرض إمكانية المعالجة تكون أكثر سهولة والمتابعة تكون أحسن ولا تأجي تكون أحسن وبالتالي هذا التليف الرئوي يشكل مرض خطير جدا لازم نعرف مليح خاصة على المستوى الطبي أن نفرقه ما بين التليف الرئوي وما بين انسداد القصابات الهوائية لأنه نظريا سهل تفريق معروف سهل عند كل الناس سهل ولكن عمليا يصعب لأنه يصعب كثير يعني في حجم البومن نقص ونقول البرامتر التي يقيس التي يقيس انسداد القصابات الهوائية ما هو نقص وبالتالي هنا نقدر نعرفه باللي المشكلة التي سيخص الأنسجة تعل الرئاء وليس القصابات الهوائية وهنا يجب أن نقوم بفحص أكثر دقة وهنا يجب أن نقوم برحلة طويلة لأن شخصه ما هي أسباب هذا المرض لأن أشباس الازيتيولوجي الأسباب بتاعه كثيرة جدا وتروح حتى إلى أكثر من مئة أو أكثر من الأسباب وبالتالي يجب أن نقوم بتشخيص الدقيق ولأن كل مرض متسبب في هذا التاليوف الرئوي عنده أدوية خاصة به طيب نرجع إلى فيروس كورونا أيضا وتأثيره على هذا المشكل التنفس التاليوف الرئوي وانسداد أيضا القصابات الهوائية أيضا فيروس كورونا كثير من الناس يقول لك أن الدكتور أو أستاذ يقول لك أن ربما هذه نتائج تعل فيروس كورونا لأن المرتب كورونا عندي صعوبة التنفس وهو ربما عنده مشكل آخر فيروس كورونا هو من الأسباب المستجدة أو الجديدة الجديدة نعم للتاليوف الرئوي ولكن ليس السبب الأساسي وهو من بين الأسباب الأسباب الأساسية عند قديمة ومعروفة والبعض منها قابل لأن نتفادوها إلى إذي طابل منها التدخين جيد منها تدخين منها بعض الأدوية منها بعض الأعمال ولكن جاءت كورونا وينتمد أيضا تاليوف الرئوي خاصة بكورونا ولكن تاليوف الرئوي عند الناس اللي عندهم ديزان تشدون دارو كورونا من انفكشون كوفيد 19 سيفر وقاردو دي سيكال يعني ميدسان إكسبير عنده خبرة في هذا المرض يقدر سور انسكانار يعرف بلي السبب هذا تعو كورونا رغم أنه تاليوف رئوي وتاليوف رئوي آخر لأسباب أخرى هنا نقدر نعرفه بدون تعب كبير في بعض الأحيان يكون الأمر صعب وهنا هذه حالة قليلة وين يكون يكون الانسان عنده تاليوف رئوي وعنده أيضا دي سيكال كورونا يكون الأمر ولكن هذا ما يأثرش كثير على الابخيزان شارج يعني الابخيزان شارج على ما الذي تبقى تقريبا هي نفسها أشرت أستاذي لنقطة مهمة جدا وهي التكفل الطبي بهذا المرض كيف هو مستوى التكفل الطبي لهذا المرض؟ هذا التكفل هنا يبقى يطرح مشاكل عديدة لأن هذا التكفل الرئوي فيها مراحل مراحل أول أول مرحلة هو أننا نفكر في هذا المرض نعرفه بالليه ممكن يكون هذا المرض نقوم بالأبحاث عن هذا المرض لما نشخصها بإذيقة نجب أن نبحث عن الأسباب متعددة منها أسباب تخص كالناس اللي يعملوا في بعض البرودويت يمدوا هذا التاليوف الرئوي كالناس حتى اللي يعملوا في الفلاحة في هذك الفوا موازي وينكن المأكولات تالي بيطاي تالي الحيوانات وهي تكون متخمرة شوية متخمرة شوية تمد هذا المرض كالناس اللي عندهم اللي يخدموا معالي زوازو اللي عندهم حتى التجميل في البيت وخاصة لما يقوموا للنتروتين يمدوا بعض المواد يمدوا بعض المواد اللي يتمد التاليوف الرئوي وهذه غير موجودة بصفة مثبتة حاليا هناك أمراض أخرى اللي هي مرض في داخل الجسم الإنسان عنده خلل في جهاز المناعة هناك أمراض ويبقى منها جزء كبير مهم اللي هو يبقى غير معروف السبب أن تعوه على مستوى العالمي أنت بغاد النظر عن الجانب الوراثي العامل الوراثي اللي لعب دور كبير أيضا وهناك الجانب الوراثي دائما عنده دور لأننا دائما القلوب لما يكون إنسان يعني يتعرض المواد معينة مش كل الناس اللي متعرضين المادة معينة يطوروا نفس المرض تبقى دائما هذه موجودة تبقى دائما موجودة وجد أيضا عامل السن بالنسبة للتاليوف الرئوي عامل السن أيضا هو عامل مساعد ولكن يوجد التاليوف الرئوي بعض التاليوف الرئوي لنشوفه عند ناس اللي أقل من أربعين سنة هذا عنده عامل ويراثي حاد يعني واضح لأن هنا عنده مشكلة في الجانب الوراثي في واحدة لكوموزام اللي هما يخلوه الإنسان هذي يكون عنده تاليوف الرئوي وهل يصيب فئة الأطفال؟ يصيب الأطفال بلوي يصيب الأطفال ولكن قليلة نسبة قليلة عند الأطفال لأننا قلنا الأسباب متعددة جدا منها بالنسبة للناس اللي عندهم كوريات الدم الجوز في الجسم في الريئة في الحصيلات التنفس تمد لموسيديروس تمد كين أمراض أخرى اللي هي تقدر تمد أيضا تاليوف الرئوي عند الأطفال ولكن نسبة أقل بكثير بالنسبة للبالغين أغلبية الناس تلقاها في بروس إيديو باتيك يعني اللي هما سبب التحم غير معروف تلقاوها خاصة عند الرجال أكثر من ستين سنة وليكونوا هما مدخنين ويكون هنا التدخين هو عامل يمشي معها وحفز ولكن الارتباط يبقى غير واضح تماما لأنه الارتباط غير مباشر بتدخين ولكن يبقى التدخين عامل واضح لأنه نلقاوه الناس أغلبية تحم مدخنين كأن الناس اللي عندهم أمر خلل في جهاز المانعان نلقاوها أكثر عند النساء ولهما سنة تحم يكونش أكثر تقدم ويكون عندهم أمراض أخرى منها المراضي غيماتيزمال اللي يمدوا أيضا تليه فريقوي ولهنا لازم يكون التشخيص دقيق ويكون في مرحلة مرحلة في بداية المرض باش يعطينا فرصة باش نقدر ندخله بصفة فعالة ونخذنا شارج هذا المرض كين هناك أيضا أمراض أخر ربما تتداخل مع مشكلة لايوف الريئوي أو تتسبب في هذا المشكل بالطبع هناك أيضا مثلا لصحك ويدوز اللي هو سيدي جغانيلوم اللي هي سيتي المالدي اللي هو السبب الأساسي التحغير معروف ولكن كمرض هو معروف بصفة أكثر دقة حاليا وليمد كثير من الأمراض يمد كثير من الأمراض في جسم الإنسان ولكن يمس بالخصوص الرئة ويمد هناك دي جغانيلوم في البومان ويمد بعض الأنواع منه تقدر تمد إلى تاليو في رئوي ليقدر يروح إلى درجة صعبة وتتسبب في نقص في الفعالية لتاع الرئة اللي تقولي ما هيشها غير قابلة أنها تلبي متطلبات الجسم من الهواء من الأكسجان وبالتالي الرئات اللي هو الدور تحت الأساسي أنه الإنسان لما يتنفس الأكسجان يدخل للجسم ويرمي لسيو دو هذه الرئات تفقد هذه القوة الفاعلية وبالتالي يبدأ تتنقص قدرة التحاء ونلاحظوا أنه هناك توازي ما بين نقص الفعالية تحت الرئة ونقص الكاباسيتي فيزيك تحت المريض يبدأ ينقص تدريجيا حتى لاحظوا أنه إنسان لما يكون يسكن في أنيطاش تروازي أو كتريميطاش واللي ما يقدرش يطلع هو يلاحظ نفسه شيء هذا وهنا لازم نظرا لصعوبة التنفس نظرا لصعوبة لأن الرئة غير قابلة أنها تزيد في القدرات تحت تنفس التحاء لما يكون الأمر يطلب ذلك هذه الأمراض التي هي متسببة كما ذكرت لك أن الأسباب متعددة وكثيرة لكن نبقى نحطها خاصة في الناس الذين لديهم دابور كانوا يبقى دوسيان جينيتيك كانوا الفاكتور آج كانوا خلل في جهاز المناعة كانوا لغانيولوماتوز اللي هم لصاركويدوز وبعض لغانيولوماتوز واحد أخرين كانوا دمارادي بلغاق أقل أقل ولكن عندهم ناسبيس كرانوغرافي اللي هو يقدر يعطينا التوجه لهم بصفة مش صعبة وهناك أمراض اللي هي تبقى غير معروفة ولكن تبقى عندها بخوف البرتيكولي اللي في بعض الأحيان يطلب لازم نديرو يعني نروح نديرو نديرو نحو جزء من الرئاء ونقوم بتحليل تعو باش نعرف ما هو سبب التحليل الرئاوي طيب ماذا عن أصحاب أمراض السكري ارتفاع مستوى الكوليستيرول مثلا احنا على كل حال ناختصاص تعيف أمراض الرئاء ولكن تدخلها مع هذا المشكل بالطبع هذا الجانب لازم نديرو نحيط به على الأقل من ناحية المبدئية لأنه هناك تدخل من به هذه الأمراض ولحظوا بالكين تدخل حقيقي هناك بعض كثير من الأنواع تغطى الدم أيضا هناك كثير من أنواع التليف الرئوي السبب بتحها هي أدوية لأمراض أخرى نعم لأمراض أخرى منها أدوية بعض الأدوية السرطان في اليوم يسين تمدلك تليف رئوي بعض الأدوية مثلا لأدوية لمراضي كاردياك اللي هما دي صنتي أغيتميك اللي هما ينظموا دقات للقلب كما الكرداغون يقدروا يكونوا سبب في التليف الرئوي لنك لازم يكون الإنسان محيط بهذه الأسباب وأيضا يكون تعاون متي ديسيبلينار ما بين الناس المتخصصين في الأمراض الرئى وما بين الاختصاصات الأخرى لتعتني بهذه المجالات مرتبطة بتليف الرئوي خاصة المالدي غيماتيزمار الطب الداخلي غاديولوج وصي عندهم دور كبير في هذا التشخيص وفي دقة التشخيص والزاناتوموباتولوجيست اللي هم عندهم دور كبير أيضا في تشخيص المرض وبالتالي هي في الحقيقة ملتي ديسيبلينار تطلب تدخل كثير من الاسبيسياليتي باش يمدوا تشخيص دقيق ونروحوا بفعالية ملتي ديسيبلينار طيب أستاذ كنتم قد شاركتم أيضا في ملتقة حول هذا الموضوع بولاية أظن ولاية وهران بالفعل رجعت من وهران فقط البارح لأنه كان هناك مؤتمر وهنا نحيي أيضا المنظمين تقع هذا المؤتمر يكان مؤتمر ناجح جدا وتناول كثير من هذه المواضيع اللي تخص الجهاز التنفسي عموما تخص الجهاز التنفسي فيما يخص أمراض القصابات الهوائية فيما يخص تليوف الرئوي وغيرها من الأمراض وبعض الأمور التقنية اللي هي تخص الكوتي انترونسيوني اللي هي تخلي باش الأطباء يكونوا يتشوروا مبينتهم وأيضا يتناولوا مواضيع حساسة جدا فيما يخص ما هو درجة تقدم العلمي على مستوى العالم لأنه فيها مشاركة أيضا تقع أطباء وحصائيين قادمين من دول أجنبية وكان هناك تبادل خبارات مهم جدا لجميع الأطباء جيد طيب في الختام ربما أهب النصائح للمشاهد الكريم حتى تكون عنده فكرة أكثر لربما اجتناب هذا المشكل أو أيضا الإقلاع عن بعض السلوكات السيئة ونحن على أبواب رمضان أيضا النصائح التي نقدمها ربما هي سنين أو ثلاثة النصيحة الأولى رمضان على الأبواب لإقلاع عن تدخين فرصة للجميع لأنه هو سبب أساسي في الإنسيداد الرئوي سبب أساسي في سبب أساسي في التليوف الرئوي وسبب أساسي في أمراض أخرى من سجل من الإنسان عموما وبالتالي هذه فرصة لإنسان يقلع عنه النصيحة من الأحسن الإنسان يقوم بالتشخيص بالدقة في مرحلة متقدمة لكي نكون بالتشخيص نحن في المستشفى ونقوم بهذا التشخيص ونقوم بهذا التشخيص ونقوم بالتشخيص تحدث الملات وبالتالي إذا كانوا ناس هناك الذين لديهم هذا النوع من هذا المرض مرحبا بهم شكرا